السلام عليكم الصداع مشكلة العصر تعالوا فينا في هذه الحلقة البسيطة والخفيفة عشر أنواع من الصداع لازم تطلب فيها الاستشارة فوراً بدون تردد لازم تروح للطبيب ما تستنى وما تنتظر وما تقول الصداع بعد شوية بروح ولكن مش أي صداع بيخليك تروح للطبيب بالتأكيد ممكن تكون ما نمتش كويس بتنام بروح الصداع ممكن تكون أرهقت شوية في العمل أو في خلال ساعات النهار أيضاً لو ارتحت شوية ممكن يروح الصداع لكن العشر أنواع اللي هتحدث فيها الآن مهمة جداً وبتخليك تطلب الاستشارة فوراً بدون تردد وتذهب لأقرب مستشفى أو لأقرب مركز صحي طلباً للرعاية والحصول على الاستشارة الطبية تعالوا مع بعض نشوف الأنواع العشرة إن شاء الله في هذه الحلقة الشيقة النوع الأول من الصداع اللي لازم تذهب فيه للطبيب صداع مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة أي صداع بتلاحظ أنه عندك فيه معاه حرارة صحيح قد تكون انفلوانزة عادية ولكن أمراض كثيرة قد تصيب قد تصيب الدماغ أو قد تصيب الجسم بشكل عام ولكن الدماغ بشكل خاص وعلى رأس الحمى الشوكية أو التهاب ما يعرف بالسحايا هذه المشكلة يجب عليك فورا التوجه للطبيب لمعرفة ما الذي يحصل ولماذا الحرارة مع الصداع النوع الثاني صداع حاد لأول مرة لم تعهده من قبل ما جكاش مثل هذا الصداع من قبل هيك وصداع بنقول عنه يعني صداع حاد جدا ولديك أمراض مزمنة لديك على سبيل المثال ارتفاع في ضغط الدم والصداع هذا ممكن يستمر لفترة قصيرة ولكنه يزول بعد ذلك أيضا هذا الصداع صداع يجب معرفة سببه ويجب التوجه لطلب الاستشارة فورا بدون تردد النوع الثالث صداع يوقذك من النوم سواء في ساعات الليلة المتأخرة أو فجرا أو في ساعات الصباح الأولى إذا كان لديك هذا النوع من الصداع عليك بعمل فورا يعني ليس مش هقول أنه لازم تعمل رانين مغناطيسي للدماغ أو لازم تعمل صورة مقطعية مقطعية ولكن يجب التوجه لطلب الاستشارة الصداع الذي يوقذك من النوم صداع مزعج صداع قد تكمن خلفه أسباب خطيرة فعليك التوجه لمعرفة سبب ذلك النوع الرابع من الصداع اللي بيتطلب المشورة الطبية هو الصداع اللي بيصاحبه خلل في الإحساس خلل في الإحساس في الوجه أو في أحد شقي الجسم في الطرف العلوي أو في الطرف السفلي أو في أي منطقة في جسمك يعني صداع مصحوب بتنميل بخدلان بوخز بشعور بالحرقان بشعور بالسخونة في أحد أطراف الجسم أيضا عليك التوجه للطبيب لمعرفة سبب هذا الصداع النوع الخامس صداع مصحوب بضعف في الحركة أو خلل في حركة عضلات الوجه الناس اللي بيصير عندهم ما تعرف باللفتة صحيح أن الللفتة سببها مشكلة عصبية طرفية ولكن قد تكون أيضا مركزية يعني لديك خلل في حركات الوجه أو ضعف لديك ضعف في الأطراف في أحد شقي الجسم أيضا يجب طلب المشهورة الطبية ومعرفة سبب هذا الخلل الحركي مع الصداع يعني صداع بصاحبه هذا الخلل الحركي يجب معرفة سبب ذلك النوع السادس من الصداع نوع غاية في الأهمية صداع يأتي فجأة ويصاحبه خلل في الإدراك وفي تحليل الأمور المنطقية وفي الذاكرة والله أصبحت تنسى مش قادر تسمي الأسماء بمسمياتها مش قادر تتعرف على فلان مش قادر تتذكر التاريخ مش قادر تتذكر هل دخل وقت أذان الظهر أو أذان العصر أو الدنيا صباحا أو مساءا لديك خلل في القدرات وخلل في التمييز أيضا هذا الصداع طبعا هذا النوع من الصداع ممكن أنت ما تشعر بالخلل الذي يصاحبه الخلل المعرفي والإدراكي ولكن على المحيطين بك أن ينتبهوا وأن يطلبوا الاستشارة الطبية من أجلك صداع يصاحبه خلل في النطق لسانك تجيل مش قادر تتكلم مش قادر تطلع الأحرف بشكل صح إحنا بنسميها لعثمة كلامية هذه اللعثمة تتطلب التوجه للطبيب فورا أو لأقرب مستشفى لمعرفة سبب ذلك لأنه قد يكون سبب خطير وسبب كامن وسبب يعني أعراضه مش كتير بتطوء يعني بتكون ظاهرة لأنه أنت ممكن تحكي لكن اللي أمامك هو اللي يقدر هذا الأمر أنت بتحس حالك أحيانا طبيعي ولكن الكلمات أو الأحرف قد تخرج بطريقة خاطئة وأيضا قد تصبح غير قادر على ترتيب بعض الجمل بشكل منطقي وبشكل طبيعي التوجه فورا للطبيب للبحث عن سبب هذا الصداع فقد يكون هناك أعراض مشابهة للجلطات الدماغية وغيرها وهذه مشاكل صحية بدها انتباه وبدها تدخل سريع نوع آخر صداع وعمرك يزيد عن خمسين عاما شو يعني ليش خمسين عام وشو نوع الصداع هذا في شريان في المنطقة الصدغية بنسمي الشريان الصدغي التهاب الشريان الصدغي يحدث ألما حادا وصداعا رهيبا في الرأس هذا قد يؤدي إلى فقدان البصر في بعض الحالات هذا النوع من الصداع يأتي بعد الخمسين من العمر فإذا كان هذا الصداع لديك لا قدر الله عليك أيضا طلب المشورة ومعرفة سبب ذلك إذن هذا النوع التهاب الشريان الصدغي وعمرك فوق الخمسين عام لازم تعرف سبب هذا الصداع صداع يأتيك بشكل حاد ونوباته أو حدته تزداد يعني أنت بتعاني أصلا من صداع ولكن هذا الصداع يتكرر أصبح يتكرر يوميا أو حتى أسبوعيا بتجيك نوبة صداع وعمالها بتزيد في التكرار وبتزيد في الحدة وبتزيد مدة أو فترة حدوث هذه النوبة أيضا عليك التوجه لمعرفة هذا السبب لأنه ممكن يكون أحد أنواع الصداع النصفي أو ما يعرف بالشقيقة وهذا صداع مزعج ومؤلم ويعني يكاد يشل قدرات الإنسان ويصبح غير قادر على إنجاز أي مهمة خلال اليوم آخر نوع من الصداع الصداع اللي مطلوب منك أنك تروح للطبيب هو الصداع اللي بييجي بعد ضربة على الرأس أو بعد التعرض لحادثة سقوط لا قدر الله أو بعد حادث طرق أو أو كثير الإنسان ممكن يتعرض لضربات على الرأس هذا الصداع قد يكون ناتج عن ارتجاج دماغي هذا الصداع قد يكون ناتج عن نزف تحت العظام الجمجمة هذا الصداع قد يكون عبارة عن كسر في أحد عظام الجمجمة وبالتالي مطلوب منك أنك تتوجه لأقرب مركز طبي أو مستشفى أو طبيب متخصص لمعرفة سبب هذا الصداع هذا الصداع قد يصاحبه أيضا علامات أخرى مثل الغثيان والقيء وخلل في القدرات العقلية وقد يصاحبه آخر نقطة ومهمة جدا فقدان الوعي مع التشنج فقدان الوعي مع التشنج وللأسف في كثير من الحالات هذه النوبة فقدان الوعي مع التشنج قد تأتي متأخرة يعني قد تأتي ممكن بعد أسبوع من حدوث الضربة وحقيقة هذا النوع من الصداع يلزمه اهتماما خاصا يلزمه مراجعة يلزمه إجراء مزيد من التحليل والفحوصات الطبية يعني في النهاية أتمنى لكم السلامة جميعا وإن شاء الله تعجبكم هذه الحلقة وكما عودناكم دائما حنكون معكم فيه كل جديد ومفيد إن شاء الله وإذا أعجبتكم هذه الحلقة رجاء يعني تشيروها وتشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا وضع اللايك أو الكومنت إذا أعجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا